خالص التحية لكل ناطق بالعربية من القاهرة الإخبارية حين تضرب فاجعة طبيعية كبرى كزلزال سوريا وتركيا يسقط لها ضحايا مباشرون هم قتلاها وجرحاها ومشردوها ويسقط لها ضحايا غير مباشرين هم كل الآخرين أصحاب النفوس الإنسانية السوية التي تتعاطف مع آلام البشر في كل مكان هؤلاء الضحايا الأخيرون غير المباشرين إنما يمضهم فوق كل شيء الإحساس بالعجز ماذا بإمكاني أن أفعل لأخفف آلام المنكوبين؟ الإجابات تتنوع الأثرياء منهم يتبرعون لمنظمات الإغاثة الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة العلماء منهم ينكبون على الرصد والتحليل وتدوين الدروس المستفادة لتكون ضربة الطبيعة التالية أقل إيذاء المدربون منهم على العمل الإغاثي والطبي يهرعون إلى مواقع الحاجة إليهم الإعلاميون ينقلون الصور الحية ويكشفون واقع المعاناة ويتحاورون مع المسؤولين عن تخفيفها والسياسيون والحكوميون يسهلون كل ذلك لكن ماذا يفعل الشاعر؟ يقول اللبناني خليل اليازجي إذا أنت لم تصبر على الدهر طائعاً صبرت به كرهاً فشر على شري وإن لم يعز المرء في الخطب نفسه فتعزية الأصحاب ضرب من الهذري وقد يخمد النسيان جمر مصابه فتأتي التعازي كالمهيج للجمر تعود هذا الدهر مكرم بأهله وأعداهم حتى تربوا على المكر له أبداً بالناس غدر وهم لهم بأنفسهم ما فوق ذاك من الغدر ويقول شاعر العصر العباسي يحيى ابن علي المنجم سيعلم دهري إذ تنكر أنني صبور على نكرانه غير جازعي وأني أسوس النفس في حال عسرها سياسة راض بالمعيشة قانعي وأمنعها الورد الذي لا يليق بي وإن كنت ضمآناً بعيد الشرائعي والشرائع فضلاً عن معناها المعروف تعني موارد المياه هكذا يفعل الشاعر يتأمل ليكشف سبل علاج النفوس الجريحة بالصبر المر حيناً وبالكبرياء الأمر من الصبر حيناً آخر ولله الأمر من قبل ومن بعد حزمة الأخبار تأتيكم من القاهرة عاصمة الخبر